كلوس كان بيعمل بلوت كاستو هو اخوه بعد كده لما سألوه على البطولات الجديدة قال لهم يا جماعة على الموضوع كل عبارة عن الفيفا بتحاول ان هي تجني فلوس وتجني ارباح بعيدة على مستوى اللعيبة وانهيار اللعيبة البدني الفيفا بالنسبة لهم حاجة ان هي تعمل نحتية او ان هي تستفاد ماديا من البطولات المستحدثة دي وطالما منتخب الماني الشارك فايب قلازم ناخدها طب هتقولوا لي ليه بطولات مستعدة سأقول لكم مثلا على فكرة ليه كسر عالم الاندية بقى عشرين فريق وليه مثلا بطولة الاوروبية معمولة وليه الحاجات دي كلها معمولة وسبحان الله اول ما يسمع الاتحاد المصري كده يقول لك نحنا منحب الحاجات دي عاوي اذا سلاح موجود هناك مصري بدي يحضر فرع اخوه وعشان معسكر تجو تعالي 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 نعمله حفلة ونعمله كمان جايزة نسميها الملهم ونعمله الحفلة ونخلي صراح يطلع يقول كلمتين حلوين قوي يعني الكديدة بتدعم الرياضة وبتدعم اللعيبة المرهمين وبتدعم الناجحين وكلام مش مهم اتاك ابو تريكا بقى فين ان انت بتحب يسألها لا ابو تريكا مفعش ان انت تبتين مزيكة خالص في الكلام ده ابو تريكا احنا في مشكلة بيننا وبينه سياسية تبا جماعة ما تقولوا ان الكسة كلها كسة كنحتاجة ما تقول ان الكسة كلها كسة بس المشكلة كلها الفربولة ما عارف ان انت تعملو حفلة لسا اقول لكم تعالوا هنا في الاجراءات الامنية والصحية القصة باللعب بتاعنا ما بيش حد يسلم عليه اللعب بتاعنا مش متاح لي ان هو يسلم على اي حد حتى زر ردة عندكم ما ينفعش وإلا كده الصلاح مش هوافق وليفربول مش هوافق الحفلة فاضطروا ان هما يجبوا الكوادر والعمالك المصريين من اللعيبة ومن الصحفيين ومن الاعلاميين كلنا هنقعد بس في المقابل كلنا ممنوع لينا ان احنا نقوم الصلاحة علشان خطط لي اجراءات احترازية وانجلطرة مليانة وكورونا ودنا بالنسبة لهم ضائعة خالص فما ينفعش ان احنا نتعامل مع صلاح معاملة اللي احنا نتعاملها في مصر وتعالى بلدي فحودني وتعالى صلاحي يا حبيبي وتعالى ناخد صورة احنا والعيال وتعالى نعملوا الكلام ده بقى بخ فالاتحاد المصري حاس ان هو اتورد يعني طب عملنا حفلة دي ليه طب صلاح مستنين ويقول مثلا بيتمنى الفوز للاهل والزمالك بصراح عارف لو اقل بيتمنى الفوز للاهل سبقا يشتموه والاقل للزمالك اللي هل سبقا يشتموه فصلاح اختار ان هو اخط مصر جواح احنا بسمان لكم التوفيق وهم حاجة ان اللي يكسب الجنة دي مصر ولما طلب برضو ان هو يا جماعة احترموا احلام ابنائكم واسبوهم يعمل لهم عايزينه وانا والدي كانت عايزانة ابطة القورة والحمد لله رب ان القرامني دلوقتي ودنا بالنسبة لي بقت متغيرة رحان الله صلاح من ساعة اتمنطة عبدالله سعيد خلق بعين مليون في يده والدنيا كلها بالنسبة للمصريين على اكاديميات غرقانة عين صغيرة وكده كده كده مش مستنين يخبر نصيح تكابل صلاحهم وكده كده اول معارف والفلوس ان انت تخدها هناك في انجلترا قال لك كلنا ولادنا محمد صلاح الجداد انا بصراحة شايف ان هي حفلة ملاش اي ستين لازمة هتقول لي ما انني زعل وترزيجي زعل لما عملناش حفلة يابا انا مرس انت مش ماركت يابا مش هتجدلين على ناد ولا هتدي فلوس للحفلة انما لما نقول ان صلاح كاي في اهتمام عالمي في فلوس هتيجي لاتحاد هعمل النحتة الزريفة بتاعته وكده كلنا نمشي بكلام عم بوتيني كروس ان كلها ماشية بالنحت وانا بصر كلنا عارفين وده ده كله ماشية بالنحت دوس على اي حد انهم يطلع بنحتها يا حالو والاتحاد المسل على انه من زمان من الموضوع بالنسباله نحت لا اكثر ولا اقل انا بحترم كبتا احمله الخطيب واحترمت جدا انه راجل قامه يا لجمع ازهقتي من ام اللي بيحصل ده وكبت ان حصل الحمدي لانا مش هستنى محمد صلاح لسه عند مانا عشرين سنة عائل بالنسبالي ازاي تنموه ابني فنجرح اي مصابهم بصراحة ناس تحترم انما الناس اللي كانت قادرة تاني وكانت مسيران ازاي اخدتوا صورة من صلاح البلد بتاعش انها تعمل فراوان سبحان الله يا اخي وكانت في مجدى عبدالغان اللي هو ولا يسرع ولا يسرع اي خريب بيت ام كده الله العظيم اللي هو حتقعد في البلد ده عشان خطر يضحك عنا هنعيش ونموت وهنبضحك على الحاجات اللي بعملها الناس دي اللي هو يا جماعة قلت لكم من ثلاث شهور ان البلد دي ما فيهاش اي حاجة اسمها اه اسمها اللي هي الفان ويقولو عليها المثقفين دي اللي هي النخبة البلد ده باش نخبة لا فريقة ده ولا في فن ولا في السياس ولا في اي ماشي يا ك اخنا عادين بس عشان ندحك احنا موردين في الدينة دي عشان خاطر متفرج على الناس دي ونورد ندحك عليهم البيعيش لا شكل اضياء القناة دي كلها ردود افعال والله ما الحاجات اللي بتحصل عندنا في مصر دي لا تتعالك بعلم كلها في القدم اطلاقا اي اتتعالك بالضحك والمتحكة والناس دي ربنا يخلقينهم عشان خاطر دحكونا غير كده ومش اي حاجة خالص لا بيهتموا بمنتخب ولا بيهتموا باي حاجة وحتى كمان ملبسين صلاحة الدينة كلها بالمنتخب بحيث لو المنتخب بحصل له اي حاجة محدش يرجع يا عاتب اتحاد الكرة لاختير الحصان بدري او حصان بدري او اختيراته اللعيبة ويعاد بصراح ميني صلاح هو والايقون والملهم والنجم الدينة الحيث ان الصلاح بيتحك عليه والله اكتر ما هو بيستفد من التكريم ده بالمناسبة ان هو بيسلمش عاكتر ما هو كان في فرح وكان مسلم على الدينة كلها بيسا عندينا القرص بتشوف حاجات عاكش بعض فعلا مش جديدة علينا والله احنا على شعب مصرد اجم ستين جاز ما نعمل ايه شكرا